ما تشاهدون ليس مكانا لتجميع مركبات قادمة هي مقبرة مركبات وآلات تابعة لشركتي أفراري الجزائرية والإسبانية ووشال التي أسند لهم مشروع ازدواجية خط السكة الحديدية الرابط بين عنابا واسكيكدا منذ سنة 2006 غادرت الشركة الجزائر وتركت وراءها فضائحة بالجملة مقبرة 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 مقابرة الشركة أثر أيضا على المقاولين المناولين في المشروع الذي خصص له مبلغا يفوق الـ 2700 مليار سنتيم فحتى الحل الذي اتفقوا عليه مع الأولى وهو مقايضة مستحقاتهم بإعتاد الشركة لم يتمكنوا من تنفيذه نحن نقلص هناك اللزائرية وضعية هؤلاء والمشروع ككل عرضنا أخذ الوكالة الوطنية أنسريف صاحبة المشروع بخصوصها غير أننا لم نتمكن ليبقى تدخل الجهة الوصية على أعلى مستوى السبيل لحل لغزي مشروع القرن محليا